بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقوي مصر تهدد أمريكا والمغضوب عليهم إذا تم النزوح أو إجبار أهلنا وناسنا في فلسطين للنزوح للأراضي المصرية في سيناء مصر ستقطع علاقتها مع المغضوب عليهم مش بس كده بالفعل تم تكفيف الممر الأوسط لسد الكاسة الإثيوبي وانتهاء الأعمال تقريبا الخرصانية على الكتلة الشرقية وعلى الكتلة الغربية أو تحديدا الكتلة الشرقية أجيب لك كل شيء بالفيديو تعالوا بنا نبدأ بسد الكاسة الإثيوبي زي ما ظاهروا قدام حضرتك في الفيديو هذه الكتلة الشرقية ملاحظ حضرتك الأعمال تقريبا انتهت تقريبا البوابات الخلفية كلها انتهت هيعملوا بقى الكفر اللي فوق بيمسك كل حاجة وشكرا على كده كده الكتلة الشرقية انتهت نفس الكلام يمكن متأخرة شوية الكتلة الغربية ولسه طبعا الوقت بدل جدا نحن لسه في نهاية السنة على بالما الفيضان يجوا قدامهم ست شهور يقدروا يعملوا كل شيء في سد الكاسة زي ما ظاهروا قدام حضرتك وهي دي الممرات المعدنية خلصوا انبوبين من الممرات المعدنية بتاع التوربينات العلوية لسه باقي التلاتة اللي باقيين لسه فيهم شغل الكتلة الغربية لسه بفيش فيها اي حاجة خالص فكده متوقع متوقع هذا العام يشتغل اربع توربينات اتنين بالتناوب مع الاتنين دول مش كفاية طلعونا الماء متوقع ان السد يصل لارتفاع ستمائة خمسة واربعين متر فوق مستوى سطح البحر سيبك من اخر خمسة متر عشان دول بديبقوا البوابات اللي فوق قول ستمائة واربعين يقدروا يخزنوا تقريبا بتتكلم في سبعين لاربعة وسبعين اعلى سعر لسد الكاسة اربعة وسبعين خلاف اللي هيتصرب في الماء في الارض تمام؟ تمام فقول سبعين اول مقاتي فيه قول برضو اربعين مش اتنين واربعين قول اربعين يبقى المفروض يخزنوا كام المفروض يخزنوا السنة دي او متوقع انهم يخزنوا السنة دي تلاتين مليار متر مكعة فيه كلام انهم ممكن السنة دي يخزنوا عشرين ويفولوا السنة اللي جاية اللي هي 24-25 يكملوا السد للنهاية بس انا بتوقع انهم هيخلصوا تخزين مياه السنة دي للنهاية تعال اتشوف فيديو اخر ده فيديو اخر بقى من اعلى الكتلة الشرقية زي ما ظاهر قدام حضرتك ده الجانب طبعا بتاع البحيرة هو كده جنب البواباتهم بيقفلوا بقى بيقفلوا زي ما ظهروا قدام حد تقفيل خلاص الفنش الأخير ده الجانب الملاصق للجبل خلاص بقى تقريبا مساوي ليه خلاص كده التفنيشة 645 متر فوق مستوى سطح البحر الماصد ده كل حاجة تقريبا خلصت ودي صورة بتوضح ليه من قلب الفيديو خلاص تقريبا كل شيخ انتهى فالدكتور محمد حافظ بيقول تم تكفيف الممر الأوسط ليلة أمس ليبدأ العد التنازلي للملء الخامس منسوب الممر الأوسط عند 620 متر فوق مستوى سطح البحر ويخزن ببحيرة سد قرابة 41 مليار متر مكعب أغلبهم في بحيرة سد السرج منسوب الفيضان لسد النهضة 640 متر حيث يوجد المفيد الحر فوق المقطع الأوسط في الممر الأوسط زي ما قلنا الخامسة متر ولكن مسبت عليه بوابات نصف دائرية اللي فتحه وغلقه كيف تنشأ ظروف الفيضان أو كيفما تستاجب ظروف الفيضان تمام؟ تمام فخلاص انت بتتكلم في الممر الأوسط مجرد ما انت بتعلى الحيث بتاعه بيصغر أو عرضه بيصغر فبالتالي يقدروا يرفعه أيها طبعا يقدروا يرفعه من 620 ل 640 يقدروا يرفعه وعشرين متر دول بمنتهى البساطة ويخلصوا ويخزنوا السد خلاص بأمر واقع إثيوبيا بدأت تتكلم وتقول في مشاريع تنموية ما بين إثيوبيا ومصر والسودان هنتفق عليها أقدروا لك بمنتهى البساطة إن إثيوبيا بمساعدة الإمارات اللي هي زراع المغضوب عليهم في قلب المنطقة أو في قلب القارة الإفريقية لقطع المياه عن مصر أقدروا لك بمنتهى الوضوح خطتهم نجحت في السيطرة على مياه نهر النيل وتركيب المحبس لنا تمهيدا للتحكم فينا السياسي تعالى نتابع خزان جبل الأولياء زي ما ظهر قدام حضرتك في الصورة بخصوص خزان جبل الأولياء على النيل الأبيض بالسودان لما حصل لما حصل موضوع التضرر قنطرة الهويس وعرضنا فيديوهات ليه قبل كده والصور الملاحي بالخزان تم عمل وصلة للسيارات لكن لغت فكرة الهويس لأنها وصلة سبتة يسهل مرور السيارات لكن بتمنع مرور المراكب وعشان يوسعوا مصاري الطريق راحوا شالوا مبنى العاملين بالخزان تمام لكن الوضع فيه إلى حد ما مطمئ ولكن ده اسمه حل إيه حل موقفي حل موقف بس زي ما ظهر قدام حضرتك مفيش مراكب تقدر تعدي وفي نفس الوقت شالوا مبنى العاملين وعملوا الوصلات العادية دي ومعتش فيه هويس تمام تمام تعالا بقى ننتقل لآخر التحديثات في موضوع القطاع زي ما ظهر قدام حضرتك مصر بتحذر من قطع العلاقات مع المغضوب عليهم إذا فر أو إذا أكبروا سكان القطاع إلى النزوح إلى سيناء وجهت مصر تحذيرات إلى الولايات المتحدة تبقى لموقع عن أربع مسؤولين أمريكيين ومن المغضوب عليهم وجهت تحذيرات الولايات المتحدة والمغضوب عليهم من أنه إذا فر اللاجئون الفلسطينيون إلى شبه جزيرة سيناء نتيجة للعملية العسكرية بتاعت المغضوب عليهم في جنوب القطاع فقد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب وفقا لما نقله زي ما قلنا موقع أكسوس الأمريكي عن أربع مسؤولين أمريكيين ومن المغضوب عليهم مصر بتسعى قالت دخطة أحمر ودلوقتي شايفة إيه المغضوب عليهم مكملين في الموضوع فقالت خلاص هنقطع العلاقات هنقطع العلاقات مع مين مع المغضوب عليهم طبعا القرارات دي غير كافية على الإطلاق ولكن أنا بني لك الواقع سامح شكري وزير الخارجية المصري بقول ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم القطاع خلي بقى دلوقتي زي ما أنا كلمته والحمد لله رب العالمين ما غيرناش تحللنا لحظة قلت لك الغرب كله بيتكلم على إيه إن احنا هنسلم القطاع وبعد تدمير الأسود أو على الأقل اجبرهم على القبول على ليه سلطة محمود عباس تبقى موجودة في قلب القطاع وبالتالي سلطة محمود عباس هي اللي تتولى القضاء على الباقي الباقية منهم تمام وتخلص موضوع الأنفاء وتخلص القصة دي عن طريق إنها تشغلهم يبلغوا عن بعد زي ما بيحصل كده في الضفة الغربية ويبقى السلاح موجه في صدر الفلسطينيين أي حد يفكر يعمل أي حاجة يا يتقتل يا يتحبس يتبلغ عنه المغضوب عليهم يخشوا يقبضوا عليهم زي ما احنا عارفين تمام؟ ده اللي عايزه الغرب دلوقتي مصر برضو ماشي في نفس القصة نقلت شوكة سي إنه إن الأمريكية عن وزير الخارجية المصري قولها إنه ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم القطاع والضفة الغربية لكنه من السابق لأوان ومناقشت أي تفاصيل حلو الكلام؟ كلام جميل الكلام ده الأسود مستحيل هتقبل به وكل ده على فرضية واحدة إن المغضوب عليهم هيقدروا ينجحوا في العملية قلت لك مش هيقدر حلو الكلام؟ كلام جميل المغضوب عليهم وخصوصا رئيس الوزراء بيقول إيه؟ لأ أنا هنجح في السيطرة على القطاع ومش هسلمه لمن؟ لمحمود عباس عايز يعود في القطاع أطول وقت ممكن حلو الكلام؟ كلام جميل أنا بقول لك لا ده ولا ده اللي هيحصل إنه هيبقى القطاع ده أشبه بدولة الوحدة أشبه بدولة ممكن يعترفوا إنهم تحت سلطة محمود عباس بس إيه؟ على الوراء كده زي ما هو واقع دلوقتي فريق عسكري بريطاني لتأهيل السلطة الفلسطينية لإدارة وحكم القطاع بعد الحرب قال عزير الدفاع البريطاني جراند شابس الخميس إن فريقا عسكريا بريطانيا يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب لو أنتم موتوا في بعض وإحنا بعيد نؤكد كده أن بريطانيا ترى في تولي سلطة فلسطينية الحكمة في القطاع حلا محتملا حسبما نقلت صحيفة تايمز البريطاني إلى آخر هم مكملين في القصة دي نفس الموضوع برضو ديفيد كاميرون بقول إيه؟ سيطرة الأسود على جزء من القطاع لن يحقق حل الدولتين يعني إيه؟ أنتوا عايزين حل الدولتين؟ آه كده كده مش هتشوفوه بس ساعدونا عرب في أننا نخضي على الأسود عشان نسلمها المحمود عباس ونلعب لعبة تمثيلية كده مع بعض خلاص أنا بقول لك لو الأسود لو الأسود تم القضاء عليهم انتهت القضية الفلسطينية مش معنى كده أنها تنتهي للأبد لا 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 كده كده هنستعيد المسجد الأقصى وهنحرره لأن ده وعد ربنا بس بقول لك على الوضع الحالي اللي موقف العالم على رجل واحدة شوية السلاح الخفيف اللي مع الأسود بس وده اللي هيقدر غير معادلة تماما 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 ما ندوب المغضوب عليهم في الأمم المتحدة بيقول إذا لم تقضي المغضوب عليهم على الأسود فإن ما تكرر في 7 أكتوبر سيتقرر مرة أخر ببشرك أنه هيتكرر مرة أخر إذا لم توقعوا معهم على اتفاق إذا لم توقعوا معهم على اتفاق فقدر أقول لك كده بمنتهى الأريحية بمنتهى الأريحية إن الأسود هيفرضوا إرادتهم طالما ما قدرتش تقضي عليهم هيفضلوا موجودين أما موضوع سد الكارثة الإثيوبي فقدر أقول لك أنه خلاص قاب قوسيني أو أدنى من الانتهاء بدون أي اتفاق قانوني ولا اتفاق ملزم ولا أي تنصيق وبالتالي إثيوبيا ركبت محبس المتحكم في الإمارات اللي هي زراع المغضوب عليهم في قلب المنطقة وهي رأس الحربة اللي بتضرب مصر في بوابتها الجنوبية كده مصر مهددة من البوابة الشمالية الشرقية في القطاع أو في فلسطين ومن البوابة الجنوبية بقطع المياه السنة دي لو خزنوا بالفعل الثلاثين مليار متر مكعب مش هقولك هتحدث أزمة عندنا لأن لسه عندنا مخزون في بحيرة ناصر ولكن هيبقى الوضع صعب جدا سواء على السودان أو في كمية الماء اللي جاء لنا ونقدر نعتبر رسميا السنة دي هنبدأ نسحب بكميات كبيرة من بحيرة ناصر ربنا يا رب يسطرها علينا شكرا 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 إن شاء الله في حلقة جديدة من بنعمكم مع إبراهيم الشرق شكرا